بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الوحدة التكاملات للدواء المسلسية من الشكل تكامل ساينوس NXBDX أو تكامل كوساينوس NXBDX حيث الـ N هي عدد صحيح موجب سأميز حالات تانية مدامة الـ N عدد صحيح موجب فإما أن تكون فردية أو تكون زوجية إذا كانت الـ N فردية فنجري ما يلي سنشرح بالشكل التالي إنه تكامل ساينوس NXBDX أو كان عندي تكامل هو كوساينوس NXBDX حيث الـ N في كل تالحالتين هي عبارة عن الحالة الأولى هي فردية الآن ماذا أفعل أفعل بالشكل التالي وفلت وحدة يعني أكتب ساينوس N-1X بساينXBDX إذا كان ساين وإذا كان كوساين أجري نفس الشيء كوساينوس N-1XBDX بكوساينXBDX إذن بهذا الشكل طبعا الفردي إذا فلت منه واحد مثلا التسعة فلت منه واحد تصبح ثمانية تصبح زوجي إذن هذه صارت زوجي وهذا أيضا من نفس الشيء زوجي والزوجي يكتب على شكل من مضاعفات الثنين مثلا الثمانية تكتب على شكل ثنين بأربعة الست عشر ثنين في ثمانية وهكذا إذن معنا تكتب على شكل ثنين ضرب K العدد الزوجي والعدد الزوجي هذا أيضا ثنين بK إذن هذا يكتب بالشكل التالي ساين تربيع أسكى بساينXBDX إذن كتب بهذا الشكل أيضا هنا يكتب على أنه كوساين تربيع أسكى بكوساين XBDX الآن كلنا يعلم أن هناك علاقة تربط salin تربيع بصديق her cosin تربيع على وهي أن sin تربيع زائد cosin تربيع يساوي إلى الواحد من هنا نستطيع الحصول على sin تربيع يساوي 1 cosin تربيع أو cosin تربيع يساوي 1 nor sin تربيع فإذا عوضنا هذا هنا فنحصل على هذا 1 cosin تربيع x sin x bd x هنا لو عوضنا بالصديق 1 sin تربيع x bcosin x bd x الآن هنا إذا فرضنا اليو هي عبارة عن الكو ساين فإن باشتقاق الطرفين حتى ما يطلع معي هون ساين إكس بي دي إكس أضرب الطرفين بإشارة سالف فأحصل على هنا سالب دي ويسبح هذا التكامل تكامل لكسيرات حدود من الشكل واحد نائس يو تربيع أسكا ساين إكس بي دي إكس وسالب دي يو أيضا هنا حتى ما نحصل إذا فرضت أن اليو هي عبارة عن الساين فما نحصل على الدي يو هي عبارة عن كو ساين إكس بي دي إكس ولو عوضنا في هذه فنحصل على واحد نائس يو تربيع أسكا بي دي يو وهو عبارة عن تكامل كسيرات حدود نطبق هذا في الحالة التي يكون فيها الإن عدد فردي إذن في الفردي نفلت واحدة حتى يصبح زوجي لو جينا إلى هذا التكامل تكامل كو ساين تكعيب هذا فردي إذن في نفلت واحدة كو ساين تربيع بكو ساين الآن هنا الكو ساين تربيع تكتب على شكل واحد نائس ساين تربيع الآن هذا أصبح معي تكامل من الشكل واحد نائس ساين تربيع فإذا فرطت أن اليو هي عبارة عن ساين فإن الدو هي فيصبح معي هذا واحد نائس يو تربيع بديو وهذا تكامله هو عبارة عن يو نائس يو تكعيب على سلاسة زائزة بالتكامل طبعا مادم غيرنا الأسماء الآن وانتهت تكامل نعيد الاسم اليو من هو هو عبارة عن ساين فيصبح عندي ساين X نائل ساين تكعيب X على ثلاثة زائد ساب التكامل وهذا ما حصلنا عليه هنا وهذا ما حصلنا عليه هنا نأخذ مثال آخر على هذه الحالة مثلا احسب قيمة التكامل 0 للبي على 4 إذن ما 0 للبي على 4 وهنا أيضا من الصفر إلى البي على 4 لو وجدنا هنا إنه ساين تكعيب ماذا أفعل بساين تكعيب؟ ففلته ففلته حدث صباح ساين تربيع بساين الآن الساين تربيع يكتب على شكل مع صديقه هو واحد نائس كوساين تربيع الآن هنا وحصلنا على هذه لو فرطنا أن ال-U هي كوساين ال-U هي عبارة عن كوساين X هذا يؤدي ال-DU هي عبارة عن سالب ساين سالب ساين X بDX لو ضربنا الطرفين فنحصل على هذه العلاقة فهذا يكتب بالشكل تكامل واحد نائس U تربيع سالب بDU هذا بحاول أن أكامله وبعد ما يخلص التكامل بضعه بين الصفر إلى ال-Pi على أربعة لكن هذا ما هو إلا سالب الواحد تكامله تكامل الواحد هو U إذن سالب U سالب تصير موجب U تربيع تكاملة هي U تكعيب على ثلاثة هذا نعوض U بقيمتها من هي U؟ ال-U هي كوساين سالب تصبح معي سالب كوساين X زائد كوساين تكعيب X على ثلاثة وهذا أضعه من الصفر إلى ال-Pi على أربعة فنحصل على هذا المقدار سالب كوساين X زائد ثلاثة كوساين تكعيب X من الصفر إلى ال-Pi على أربعة نعوض أولاً في ال-Pi على أربعة ثم نعوض في الصفر فنحصل على هذه الأعداد هذا إذا كان ال-N عدد فردي طيب إذا كان ال-N عدد صحيح موجب زوجي عند إذن نستخدم دستور ضعف الزاوية الدستير هي أن الساين تربيع يكتب على شكل نصف واحد نائس كوساين 2X والكوساين تربيع هو نصف واحد زائد كوساين 2X هذا بهذه الحال لا يوجد أي طريقة أخرى مثال أوجد تكامل ساين تربيع إذن هنا عندنا ساين تربيع الآن نعوض بدلاً للساين تربيع نصف واحد زائد كوساين 2X الآن تكامل واحد هي X وتكامل هذا هو نصف ساين 2X وبره مضروبين في نصف يصير معي نصف X زائد ربع ساين 2X زائد سابق التكامل نأخذ مثال آخر يوضح لنا أيضاً هذه لو أخذنا ساين أس أربعة X بDX إن الساين أس أربعة نكتبها من مضعفات الثاني فتكتب على شكل ساين تربيع X للتربيع لكن الساين تربيع هذه تكتب على شكل طبعاً الساين تربيع هي بدلال الضعف الزاوية تكتب على أنها نصف واحد نائس كوساين وكل التربيع الآن هذا التربيع ينزل للنصف وينزل للقوس وعندما ينزل للقوس إذا حاولنا أن نفكره فمربع الأول سالب 2 الأول في الثاني زائد مربع الثاني فنحصل على هذا المفقوق الآن لو وجدنا هنا لو طلعنا هنا لو وجدنا أنه في عندي ساين تربيع كوساين تربيع 2X فأستطيع أن أكتبه هذا بدلال الضعف الزاوية أنه نصف واحد زائد كوساين ضعف الزاوية الزاوية 2 ضعفة هي 4X فنحصل على هذا المقدار الآن صار معي واحد ناقص 2 هي واحد ناقص 2 كوساين 2X زائد بدلها تحطينا نصف نصف واحد زائد كوساين 4X والكل بي دي X الآن عندي واحد زائد نصف نصف ضرب واحد واحد زائد نصف هي واحد ونصف يعني هي 3 على 2 سالب 2 هي سالب 2 كوساين 2X زائد نصف كوساين 4X لكن 3 على 2 طبعا مضروبه بره بربع 4 في 2 ثمانية وتكامل 3 على 2 هي عبارة عن 3 على 2X يعني 3 على 8X هذا أول واحد ثاني واحد تكامل الكوساين 2 هي نصف ساين 2 لكن نصف مع الاثنين تختصر وبره مضروبه في ربع فنحصل على سالب ربع ساين 2 نصف كوساين 4 كوساين 4 هي 1 على 4 ساين 4X 1 على 4 ضرب 2 1 على 8 1 على 8 ضربة الأربعة 1 على 32 ساين 4X زائد سابق التكامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته